أولا أنت لم تشاهد الفيلم كيف تفتي بأن هذا الفيلم لا يجوز مشاهدته وأنت لم تشاهد الفيلم ولم أيضا يشاهده من يقدم لك صورة على الفيلم قلنا بأن هذا الفيلم أولا لا يحتوي على أي ما ينافي قداصة الأنبياء بل الفيلم تم إنتاجه على الرؤية الشيعية ونحن الشيعة معروفون بأننا نحن متشددون في تقديس الأنبياء نحن ثم السنة وأقل من هو متشدد في تقديس الأنبياء هم الوهابية وبالتالي الفيلم لا يحتوي على أي مشهد حتى في الأداء لا يحتوي على أي مشهد فيه انتقاصة بل كل ما في الفيلم هو يقدم الصورة الراقية والنقية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء حول فترة الصباح الصباح فقط يعني نعم وهم لا يقولون بعصمة النبي في الصباح وأيضا إظهار الوجه ليس موجودا في الفيلم نعم لهذا السبب نحن نقول لهؤلاء بأنكم أنتم الآن تكشفون عن خلفية إصدار الفتاوى عندكم نعم يعني للأسف الآن عربية السعودية تدعى أن هي تتكلم باسم العالم الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي يعني هكذا هكذا تفتون أمزجة يعني نعم على الهوى يعني كل واحد بمزاقه يعني لهذا السبب نحن رأينا منهم حرمة دعم حزب الله وحرمة التظاهر من أجل غزة وجوب الحرب على اليمن يعني هؤلاء يكشفون عن خلفية خطيرة جدا في الإفتاء أيها المفتي يا سماحة المفتي طيب كيف تصف أنت الآن يعني أنه هذا الفيلم مجوسي على أي أساس يعني هذا تعريض خطير تعريض عقائدي هذا الذي يفتح باب التكفير من هنا نحن دائما قلنا نقول بأن التكفير هو قرن من قرون الشيطان الذي خرج من نجد شكرا للمشاهدة